اطلبوا الصلحة ولو في الصين في نهاية قطيعة بدأت منذ عام 2016 بين السعودية وإيران تصدرت بكين عنوين مفاجأة الاتفاق بين المتنازعين البارزين في المنطقة أما في بادئ الأمر كان العراق واستمر في مفاوضات الوساطة بين الجارتين يؤكد هذا ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية بلسان توجيه الشكر والامتنان للعراق لاستضافته مباحثة طهران مع الرياض خلال المدة الماضية أعادت القنوات الدبلوماسية إذن لكنها أعادت معها قراءة التفسيرات عما ستعكسها تلك المصالح على بغداد الأكثر تأثرا بفوضى النزاعات الإقليمية والعالمية كذلك محاور الثلاثة بين تحذير وتوقع وتحليل تصدرت محركات البحث عشية الاتفاق التاريخي بما ينعكس على العلاق أما الأكثر تصدرا جاء على اللسان الصحافة الخليجية بأهمية التقارب الإقليمي الذي يقول محللون أنه سيخدم صناعة التهديئة والاستقرار في المنطقة أما الرأي العام الخليجي والعراقي على وجه الخصوص يهتم كثيرا بالتفاهم الذي يساعد على تجميد الميليشيات والمطلب ليس سعوديا فقط بل إنها رسالة العراق في المحافل العربية والدولية من حيث احترام سيادة البلد وكبح جماح الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة القانون من وجهة نظر عراقية خالصة تحتاج حكومة بغداد بحسب مراقبين للاستفادة عملية من صلح طهران والرياض بما يحقق استقرارا أمنيا واقتصاديا ملموسا على الأرض وينحي الصراعات الخارجية على حساب العراق لكن ومع تخوف حقيقية رقبه محللون من جهة أمريكا الخصم الأول لإيران فإن المخاوف تنبع من تأثير سلبي يتمثل بتخلي واشنطن عن وعودها لدعم العراق إذا ما حققت طهران شروطها على الأرض وواشنطن ليست على وفاق أفضل من وقت سابق مع الرياضة وهو ما يضيف تعزيزا لمخاوف ألا تنعكس الفائدة على العراق